يشهد الملف اليمني حضوراً مكثفاً في الأروقة الدولية بدءاً من مشروع القرار البريطاني وانتهاءاً بالجدل الدائر بين المؤسسات الأمريكية حول وقف الحرب في اليمن لتؤكد أن هذا البلد الممزق أصبح كرة نار مشتعلة في المنطقة يتقاذفها الخصوم وتتلقفها المصالح البيت الأبيض أعلن تهديده برفض مشروع القانون الذي يهدف لإنهاء الدعم العسكري للحرب في اليمن في حال إقراره بصيغته الحالية من قبل الكونغرس الأمريكي فقد كان الكونغرس الأمريكي قد دعا إلى إحالة مشروع القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية لكن إدارة ترامب كما يبدو عازمة على الدفاع عن مصالحها ليس في داخل البيت الأمريكي بل لما هو أبعد من ذلك فقد طالبت واشنطن مجلس الأمن الدولي بتأجيل مشروع القرار البريطاني إلى حين إجراء محادثات سلام المقرارة في السوين وهما عزاه دبلوماسيون إلى نجاح الضغوط التي مرستها كل من السعودية والإمارات على البيت الأبيض وبعض البعثات الدبلوماسية في مجلس الأمن كالصين وغيرها وسط تهديدات بأن وفد الشرعية قد لا يشارك في مشاورات السويد في حال إقرار مشروع القرار البريطاني وهو المشروع الذي قدم في منتصف شهر أكتوبر الماضي بهدف إنهاء الحرب في اليمن في مسعى بريطاني لتكتيف الجهود ودعم المبعوث الأممي مارتين غريفث الدبلوماسيون ذهبوا إلى أن معارضة الرياض وأبوظبي لمشروع القرار كونه يلزم التحالف بدعم البنك المركزي بصورة مباشرة وتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية والأهم من ذلك هو الحد من حرية العمل العسكري للتحالف الذي تقف السعودية والإمارات في مقدمته وبالتالي قد يشل القرار أيديهما عن البلد خلافات وتحالفات محكومة بمصالح تقفز عابرة على جراح اليمنيين وأوجاعهم ما تريده التحالفات الدولية يبدو أنه لا ينسي ممع مطالب اليمنيين كلياً وتحديداً في استعادة دولتهم وكف عبت الطامعين الجدد الموقف اليمني ذهب إلى التأكيد بأن اليمن ليس بحاجة لمزيد من القرارات الدولية بل إلى الحسب وسط كل هذه التجاذبات تطلق الأمم المتحدة تحذيرها الأخير من أن اليمن يقف عند حافة كارثة كبرى لكن لم يفلت الأوان بعد مجموعة اشتركوا في القناة